حادث بشع ومؤلم ومحزن ومبكي ومأساوي يعني ربنا يصبر أهليهم التلات ولاد اللي أربع أولاد أربع أولاد في سن الظهور في الشيخ زايد في حادثة مؤلمة حد أحد رجال الأعمال راكب عربية والعربية بيمشي بسرعة شديدة جدا خبط العيال أو قلب عربيتهم أو المضوع في النيابة طبعا فماتوا جميعا طبعا أنا بقول دول شهداء يعني مبدئيا وبعز أهليهم وبقول ربنا يصبرهم وبقول لزميلهم يعني ربنا يصبركم لأن دول 16-17 سنة لكن يا جماعة الحادث ده تكرر كتير إنه واحد راكب عربية راكب عربية والعربية يعني بتلاتة أربعة خمسة عشر مليون أيا كان يا سيدي لكنه العيال يعني أنا وأنا وأنا بكلم بشكل واضح جدا أنا بكون ماشي بعربيتي وربنا يعلم راجع تعبان ولا غير ولا أتفاجأ إنه فيه ناس بتمشي بسرعة لا يمكن عقلك يا تخيال وبيتسابقوا بشكل بشع جدا خاصة بعد منتصف الليل مين دول؟ مولاد مين دول؟ راجبين العربات دي بكام؟ جابينها إزاي؟ ما فيش حد مربيهم؟ ما حدش بتابعهم؟ فين يا جماعة؟ إحنا أمام أزمة تكررت فكرة ولاد الأثرياء ولاد رجال الأعمال تحديدا أو بعض طبعا رجال الأعمال وبعض الأثرياء ما فيه ناس كتير جدا ولاد رجال الأعمال متربيين ومحترمين وكذا وأنا برضو معرفش مش عايز أسقط أن ده مش متربي لا مش عايز أقول كده طبعا ده مش دوري ومش شغلتي شغلة النيابة وشغلة التحقيقات ومش عايز أسقط يعني أنه مين عمل يكي بقول ظاهر القتل أو عملية قتل 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 أبرياء ولاد ناس يا أخي يا أخي كل واحد بيتكلم في الموضوع ده يحط أنه اللي مد يبنه عشان الموضوع يبقى سهل يعني نقربها لبعض بصرف النظر من غير مواقمات واحد ساعة عربية يموت أربعة يعني هو غلطة يعني غلطة مطبعية يعني ولا رعونة وحماقة وسوء تقدير وسوء رباية وسوء وسوء يعني خلينا بقول الموضوع في النيابة العامة فهنا بنحترم مساكتين لكن بقول حتى لا تصبح ظاهرة حتى لا تصبح ظاهرة نعمل إيه أنا معرفش أنا مش علم اجتماع ولا علم نفس ولا قانوني أنا بقول يا جماعة دي شكلها مش حلي دي مؤلمة كل واحد يحط أولاده مكان اللي ماته وياخد قراره يا جماعة عايزين نعيد للعملية عملية اللي بيسوء عربية و مش عايز أتكلم مش عايز مش عارف أنا معمليش معلومات موثقة بس بقول أنا يعني فعلا شعور دامي شعور مؤلم شعور مأساوي وبقول ربنا يصبر أهليك يا أولاد يعني الأولاد راح وخلاص ربنا يصور لكن هل يمكن هل يمكن يا جماعة أن احنا نغير نغلز من عقوبة التعديل التشريعي للقتل الخطأ عن طريق القيادة لأنه ممكن المادة كامي إبراهيم بتقول 38 238 من قل العقوبان بتقول أنه اللي يقتل حد خطأ بيخدست شهور أو حاجة أنا برضو يعني أنا مش عايز أقص على حد لكن بقول أنه لا محتاجين تغليز العقوبة عشان نستخاف تغليز العقوبة عشان يعني أنا بقوله المشرعين في مجلس الشيوخ والمشرعين في مجلس النواب يعملوا تعديل تشريع أو يقترحوا يدرسوه مع الجات المعنية أن احنا عايزين نغلز العقوبة حتى تكون يعني رادعة لهؤلاء لأنه دي أرواح ناس يا جماعة يعني أرواح ناس بجد حاجة مؤلمة فإحنا لابد أن السوق عربية ولا اليقود عربية لازم يكون أنا معرفش في حاجة غلط في حلقة مفقودة يجب أن احنا نقفلها يأما تشريعيا يأما تنفيذيا يأما رقبيا يأما تربويا يأما نفسيا يأما مجتمعيا لكن في كل أحوال في أزمة في أزمة موجودة بقول تاني أنه أولياء أمرهم وأهليهم وزميلهم ومحبيهم